أعلنت سيدة نجوى جناحي مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية عدد المنظمات الأهلية التي منحت ترخيص لجمع المال من قبل الوزارة في شهر يوليو الماضي قد بلغت 79 منظمة أهلية نعم وأوضحت جناحي أن جميع المتقدمين لطلب الترخيص يتعاهدون بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للمنظمات الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال كما أشارت جناحي بأن وزارة التنمية الاجتماعية تؤمن أن المنظمات الأهلية شريك لها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية التي تنشدها المملكة لذا تسعى الوزارة إلى بلورة هذا بإقامة علاقة شراكة مع المنظمات الأهلية وإلى تقديم كافة أنواع الدعم لها كي تتمكن من أداء دورها وتعميق وتوسيع نشاطاتها المجتمعية